مرحبا بكم في مكتبة العم عارف سأحاول اليوم أن ألخص لكم كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة لكاتب الأمريكي ومستشار العلاقات العاطفية جون غري والذي نشره عام 1992 يراقب الرجال والنساء معا مقدار الأخذ والعطاء في العلاقات العاطفية وإذا تغير الميزان وشعر الرجل أو المرأة أنه قدم أكثر مما تلقاه فستسوء العلاقة ينظر الرجال والنساء إلى إعطاء الحب وتلقيه بشكل مختلف ويتم جمع النقاط أو الإجراءات الفردية التي يقصد بها تعبيرات المحبة تستخدم النساء نظام النقاط الذي لا يعرفه سوى قلة من الرجال فيحصل كل فعل حب فردي على نقطة واحدة بغض النظر عن حجمه من ناحية أخرى يحسب الرجال أعمالا صغيرة ونفقات صغيرة ونقاطا أقل تذهب كتل أكبر من النقاط إلى ما يعتبرونه نفقات أكبر يمكن أن يؤدي تصور المختلف للإنفاق إلى صراع بين الزوجين عندما يعتقد الرجل أن عمله مثلا قد أكسبه عشرين نقطة وأنه يستحق التقدير المقابل بينما تكون المرأة قد منحته نقطة واحدة فقط يميل الرجل إلى الاعتقاد بأنه يستطيع فعل شيء واحد كبير لها بتسجيل خمسين نقطة ولا يفعل أي شيء آخر على افتراض أنه قد احتفظ بالنقاط ويمكنه تحمل تراجع النقاط وبذلك تكون المرأة راضية عن أداءه ولكن بدلا من ذلك تفضل المرأة القيام بالعديد من الأشياء الصغيرة من أجلها على أساس منتظم لأن المرأة تحب أن يكون الرجل يفكر فيها ويهتم بها باستمرار هناك أيضا الاختلاف في طريقة تفاعل الجنسين مع الإجهاد والتوتر فعندما يصل الرجال إلى مرحلة الإجهاد ينسحبون مؤقتا أو كما يقول كاتب يتراجعون إلى كهفهم في كثير من الأحيان يتراجعون حرفيا على سبيل المثال إلى المرأب أو لقضاء بعض الوقت مع الأصدقاء فيما يسمى الكهوف لا يركز الرجال بالضرورة على المشكلة المطروحة ولكن تلك الاستراحة تتيح لهم الابتعاد عن المشكلة والاسترخاء مما يسمح لهم بإعادة دراسة المشكلة لاحقا من منظور جديد تجد النساء فكرة انسحاب الذكور إلى الكهف صعبة الفهم عندما تصاب النساء بالتوتر المفرط يكون رد فعلهن الطبيعي التحدث مع شخص قريب حتى لو لم يوفر الحديث حلا للمشكلة المطروحة وهكذا يتراجع الرجال بينما تحاول النساء الاقتراب منهم فيصبح الأمر مصدرا رئيسيا للصراع بين الجنسين عندما تشعر المرأة بأنها مليئة بالحب والطاقة لمنح الآخرين تكون ما يسمى بموجتها مستقرة عندما تعطي لكنها لا تتلقى الحب والاهتمام الكافيين في المقابل تصبح موجتها غير متوازنة وتتقلب وتتحطم في النهاية تحتاج المرأة إلى اهتمام واستماع وفهم وطمأنة من حولها وكذلك لحب الذات وبمجرد تجدد شبابها من خلال الحصول على الدعم الذي تحتاجه تصبح موجتها قادرة على البناء والارتقاء مرة أخرى مع تجديد الحب والطاقة ينصح الكاتب الرجل في نهاية الكتاب بضرورة دعم هذه الدورة الطبيعية وأن لا يشعر بأن هذه الدورة تهدده أتمنى أن يكون ملخص الرجال من المريخ والنساء من الزهرة قد أعجبكم وأراكم في حلقة مقبلة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر